كل اللي حضراتك بتقوله دوت يعني يريد كل الشباب الصغير يعني يشوف الحلقة ديت ويشوف قديه سيبك من كرة والفنيات دي بتروح وتيجي لكن الأخلاقيات هي اللي بتبقى والتعاون ما بين الأندية واحترام الأندية هو دوت الرسالة الأساسية للرياضة كابتن نحن نشكرك شكرا جزيلا كابتن يعني شرفتنا ونورتنا وكان شرف ليا أنا شخصيا أنا تواجد مع حضراتك صغراتك جميلة دي فوص الحبايب وفوص طبعا البيت الكبير النادي الأهلي اللي بتنبريكله طبعا مطولة أفريقيا ووسائد البطولات طبعا النادي الأهلي كل التوفيق لمجل صدارته وباشكر ديبه على الدعوة الجميلة دي واتمنى له كل التوفيق وبشوف الحمد لله نادي الأهلي يعني نادي خدوة أتمنى أن الأندية كلها تسير وتدي لكل واحد مجاله عشان ينتج. الأهلي بيعمل كده وبيعملها بجدارة وبحرفية وحاجة جميلة جدا وده مش غريب عن نادي الأهلي اللي هو على رأس إدارته محمود الخطط شرفتنا ونورت بيت النادي الأهلي البيت الكبير وتشريفك لنا ده النهاردة كابتن بيمثلنا شيء كبير جدا وأفتكر أنه فيه رسائل مهمة جدا وصلت لمن يعتبر يا كابتن علي وتعرف أن العصبية ده مش حاجة نتيجة وخلينا نركز في شغلنا وفي عملنا وربنا يوافق جميع الأندية مصر كلها نفسنا تحزو حزو النادي الأهلي شكرك يا كابتن علي شكرا جزيلا عايزة أشكر محمد مرسلنا محمد أشرف اللي نزل إسماعليا نزل إسماعليا محمد توفيق وعمل كل التقارير اللي حضراتكم شايفينها دي واللقاءات أنا بشكره جدا جدا في البيت الكبير دي حالة آخر الأسبوع يعني طبعا بنشكر حضراتكم وإن شاء الله نتطمن نتطمن على جماهي نتطمنهم إنه ما فيش بكرة نتطمن أكتر إن شاء الله يوم الجمعة لنادي الأهلي يفوز بإذن الله ويكون خطوة جديدة للحصول على رقم 43 في الدولة إن شاء الله نشوفكم بإذن الله يوم الحد بإذن الله في البيت الكبير شكرا جزيلا شكرا جزيلا